مرحبا بكم البداية بأخبار الانديا لتونسي يقبل موعدهم في الشامبينز ليغ وكأس الكاف في الشامبينز ليغ الترجي يكملوا اليوم اللعبية وتحضيراتهم والمواجهات غدوة للدليل السوداني مع الثمانية متعاليل في محمد العقل ببيرادة السيطرة الجاورة السادسة والأخيرة من دور المجموعات مباراة بشأكد فيها الترجي على مروره للدور القادم 80 مبرمجة العشاية مع الستة والترجي اللي بشي يخوض المباراة تقريبا بكل عناصر ويستعيد غيث الوهابي اللي كان غيب على مباراة النجمة السيح لغيث كان حاضر اليوم في المؤتمر الصحفي وتحدث على المواجهة هذه ضد الهيلل في ميكروب مع سبوتار مباراة غدوة بتكون مباراة تعتأهل للفريقين الزوز إن شاء الله يكونوا حاضرين السادسة بتكون حماسية في الكورة إن شاء الله نقدموا مباراة كبيرة وإن شاء الله نقاط تراث تكونوا عندنا نحن ساء الله النجمة السيح اللي متواجد من البرح في رواندا يكمل اليوم تحضيراته لمواجهة غدوة ضد بيترو الماتش المبرمج في نفس توقيت مباراة الترجي وليل آية ثمانية في الشامبينز ليغ اليوم تتحسم مباراة الجولة الرابعة ولونه تحسم التلكن يبقى شكون لول والثاني مع الخمسة شباب بالوزداد وفريق مدياما الغاني زوز خرجوا من الحسابات الأهلي المصري واجع يونك أفريكانز التنزاني الزوز في رق اللي يلعبوا من أجل صدارة المجموعة الأهلي لول بتسعة نقاط يونك أفريكانز الثاني عنده ثمانية نقاط في السلكة في نادي الإفريق يواصل لتحضيراته مواجهة تاليب ودول أنجولي أحمد خليل متضر يرجع للتشكيلة على نادي الإفريق في الشكوك حول لمشاركة أمين الحمروني لتعرض الإصابة في مباراة الأخيرة ضد دريمز وفتبار تعرف على مدى جاهزية اللاعب لونه صعيب شكون جاهز في مباراة هذه تعينات حقية مقابلات الجولة الخامسة من مرحلة تفادي النزول في نادي البنزارتي مستقر إسليمي الحكم بديس بن سالح اتحاد تتاويين قواف القفص الحكم نعيم عصي نهارة لحد ولن في البيجي مستقبل مرسى تحكيم أمير العيادي نجم المتاوي اتحاد بن قدن الحكم هايثم كيرات في إيطاليا مع التسعة غيربوا على تسيو ميلانو في ألوانيا ثمانية ونصف رايبور بايرن في فرنسا مع التسعة موناكوت واجع بيس جي كانت هذه الثانية نشارات الرياضية اليوم تقع على السيت مزايكة فام بونات